هذا الشاب الذي ترى على الشاشة شخص بسيط عادي حاله كحالك أنت ربما كان هذا الشاب يقلب في التلفاز ليخرج أمامه فيديو وثائقي عن المخلفات الإلكترونية وكيفية إعادة تدويرها وكيف أن الغرب بدل أن يتخلصوا من القمامة يقومون بجمعها وإعادة تدويرها ويحققوا من ذلك مليارات الدولارات أعجب جدا بالفكرة وسأل نفسه ماذا لو طبقت هذا المشروع أنا وحققت المليارات أيضا هي فكرة تلمع في الرأس هكذا هي أفكار المشاريع مع أن مصطفى كان مجرد طالب يدرس الهندسة في إحدى الكلية المصرية يعني لا يوجد لديه رأس مال ولا خطة بالعامية يعني لا هيبة ولا شيبة ولكن هذه الفكرة بقيت في رأسه ومرت الأيام وصادف أن في جميعته انطلاق مسابقة لدعم المشاريع الشبابية تحت اسم إنجاز يعني مثل مسابقة من يقدم فيها أفضل فكرة لمشروع يفوز ويحصل على مبلغ مالي وبالفعل سارع مصطفى ليسجل في تلك المسابقة مع أصدقائه وكان مشروعهم الذي قدموا به للمسابقة أكيد مشروع لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية تلك الفكرة التي ما زالت في رأسه وبالفعل انضموا للمسابقة وحصلوا على المركز الأول وحتى أنهم قاموا بتمثيل دولتهم في الخارج وحصلوا وقتها على جائزة قدرها عشر آلاف دولار لمساعدتهم في تطوير تلك الفكرة انتهت المسابقة وكل زملائه عادوا إلى مقاعدهم الدراسية واختباراتهم وقسموا ذلك المبلغ بينهم وانتهت الحكاية للجميع باستثناء مصطفى كان مصطفى يريد أن يؤسس شركة حقيقية في هذا العمل وليس مجرد كلام على ورق أو نظريات افتراضية لمسابقة ما كان يريد أن يحول الأمر إلى مشروع عملي كان يدرق قيمة الكنز المهدور الملقى في القمامة فكونه طالب في كلية الهندسة لديه خلفية معرفية عن هذا الموضوع كان يعلم أن هذه القمامة الإلكترونية التي تباع بشكل شبه مجاني تحتوي على معادل نفيسة مثل النحاس والفضة والذهب وبالتالي تحقيق ثروة هائلة إذا ما تم تدويرها بالشكل الصحيح فقرر حينها أن يبدأ من كراج بيت عائلته فبالفعل بدأ بجمع القمامة وتجميعها هناك دائما في قصص بناء الثروة تجد أن الكراج عامل مشترك بحيث يبدأ منه الشخص ثم يصبح لاحقا ملياردير المشكلة أنا لا يوجد في بيتي كراج المهم أسس مصطفى شركته الخاصة تحت مسمى ريسايكلو بيكا الاسم مشتق من المصطلح المصري الشهير بابيكيا يطلق على الأشياء القديمة التي يتم بيعها لا أعرف إذا لفظته بشكل صحيح مبدع إحنا بنشتعل على إعادة تدوير المخالفات الإلكترونية بنجمع المخالفات من الشركات من ورش الصيانة من البيوت بندخل هنا الويرهاوس بنفصل المواد بنفصل الإلكترونيك ويست لو فيه مثلا أجهزة جاية كاملة بنحاول نفككها جمع كمية قمامة إلكترونية كبيرة ولكنه اكتشف أن إعادة تدويرها تحتاج ميزانية مالية ضخمة ومصانع متطورة جدا فقرر أن يبيعها للخارج سافر إلى الصين وزار مصانع إعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية القديمة يعني حتى يتعلم أكثر حول فكرته ومشروعه ويبحث عن مشترين للقمامة الإلكترونية التي جمعها وبالفعل حصل على أول طلبية شراء لقمامته الإلكترونية من هونغ كونغ طلبوا منه عشر طن قمامة إلكترونية طبعا هذا كان رقم كبير بالنسبة له ووقتها لم يكن لديه المال حتى ليتمم الصفقة كان يحتاج خمسة عشر ألف دولار فاقترضها وتمم الصفقة لتمر الأيام وتكثر الصفقات وتتوسع الشركة ويشاركه الرعاة وتكبر الشركة إلى أن تغطي دول كبيرة مثل مصر والإمارات العربية المتحدة واليوم بعد عشر سنوات تقدر مبيعاته بثلاثمائة وستين طن سنويا من النفايات الإلكترونية ليصبح هذا الطالب صاحب الفكرة الذي لم يتجاوز الثلاثين من عمره رائد أعمال ومليونير ورغم أن المشروع بدأ برأس مال ليتجاوز الخمسين ألف جنيه فقط اليوم تقدر أرباحه السنوية بثلاثة ملايين دولار وتم تصنيفه في عام 2018 من مجلة فوربس من أكثر ثلاثين شخص تأثيرا في الوطن العربي وهنا لو تلاحظ تجد أن قصة نجاح مصطفى شبيهة نوع ما لخريطة نجاح مؤسس شركة أمازون حصل على فكرة جاءت من مشاهدة البرنامج الوثائقي بحث عن شيء يحتاجه المجتمع وهو التخلص من القمامة والحفاظ على البيئة فكر خارج الصندوق وباقي التفاصيل بالمناسبة لازالت فكرة تدوير القمامة في وطن العربي حديثة وجديدة ثمانين في المائة من النفايات الإلكترونية في العالم لم يدم تدويرها بعد بالرغم أن دول كبيرة مثل ألمانيا تحقق عائد سنوي يقارب المائة مليار دولار فقط من إعادة تدوير النفايات لدرجة أنها تستورد للقمامة من دول أخرى يعني تخيل أن تذهب وتدفع المال لشخص مقابل أن تحصل على قمامته وعلى الرغم من ذلك ثمانين في المائة أن القمامة حول العالم لم يتم تدويرها بعد نعم فكر خارج الصندوق أنت أيضا ما زال الطريق مفتوحا أمامك يا صديقي لجمع القمامة إذا كنت تعتقد أنني أستهزئ منك لقدر الله هذا الشخص الذي تراه على الصورة حقق مليارات الدولارات فقط من جمع القمامة دون إعادة تدويرها حتى فقط يأتي إلى منزلك ويأخذ القمامة ويرميها قبل أن أخبركم عن قصته الغريبة جدا دعني أخبركم عن منصة إيفست للتداول التي تعتبر مصدر ربح للعديد أيضا هي شركة استثمارات وتداول عالمية مرخصة من قبل أعلى الهيئات العامة للرقابة المالية يمكنك الاستثمار في الأسوى المتنوعة وكما تعلم هذه المنصة تمتلك قسم تعليمي كامل بهذا المجال يمكنك الدخول للمنصة وتصفح المقاطع وتتعلم أكثر في هذا المجال فمصطفى سافر إلى الصين ليتعلم عن القمامة وأنت أيضا لن تنجح بهذا المجال أيضا دون تعلق فتعلم بعدها يمكنك الاستثمار أو طلب خطة الاستثمار مجانا من خلال الرابط أدناء تتميز المنصة بسهولة الاستخدام وتقديم أسهم بعمولة 0% عندما تسجل ستحصل على بونس 100% يعني إذا ودعت مبلغ تحصل على ضعفه للتداول إن شاء الله تجد جميع الروابط في الوصف أدناء هذا الشخص فقط من خلال جمع القمامة استطاع أن يؤسس 500 فندق ويجمع ثمانية مليار دولار ويدخل قائمة أثر أثرياء العالم فقط من خلال أزبالة بالمناسبة كلمة أزبالة هي كلمة فصحة يعني تجدها في المعجم الوسيط تحت نطق زبالة جمع الزبالة ولكن تشعر أنها ثقيلة نوعا ما ففضلت أن أستخدم كلمة القمام ولكنه حقق هذه الثروات من جمع أزبالة بالمعنى العام هذا الشخص عندما كان في سن مراهقة تفرق والداء فاضطر إلى العمل في سن مبكر كان عمره 15 عاما كان يعمل في كل شيء مناسب لشخص في عمره حتى عمل مرة في شركة لجمع القمامة كانت وظيفته أن يذهب إلى العملاء ويقنعهم أن يتعاقدوا مع شركته التي يعمل بها حتى تأتي وتجمع قمامتهم يعني يأتي إليك ويحاول إقناعك أن تدفع اشتراك شهري لشركته مقابل أن تأتي الشركة وتأخذ القمامة من أمام منزلك يوميا كان هاري ماهرا في فن الإقناع وفن التسويق فأقنع الجميع تقريبا بالاشتراك في الشركة التي يعمل بها وهنا كأي موظف حالم بعد مدة قال لنفسه لما لا أبدأ شركة الخاصة أنا حصلت على خبرة كبيرة في جمع الزبالة لما لا أقنع العملاء لشركتي أنا وبالفعل قام باقتراض مبلغ 5000 دولار وقام بشراء سيارة لجمع القمامة ليبدأ منها شركته الخاصة كانت الناس تحب التعامل والاشتراك معه فكان منضبطا جدا في عمله يستيقظ الساعة الثالثة صباحا ويعمل على جمع القمامة من أمام منازل العملاء حتى الظهيرة ثم يعود إلى منزله ويتناول غدا ويلبس ملابس أنيقة ثم يخرج إلى الشارع ليبحث عن عملاء جدد ويقنعهم بالاشتراك في شركته كان يقوم بكل شيء تقريبا جمع القمامة التسويق إقناع العملاء جدد بالاشتراك معه التواصل مع العملاء السابقين هذا الانضباط وركز على كلمة الانضباط إذا أردت أن تنجح جعله يحصل على مصداقية عالية من العملاء وبالتالي ساهم في تطوير شركته بشكل سريع فاشترى سيارة ثانية وثالثة ورابعة ثم بدأ بتوظيف سائقين وافتتح مكتب لمتابعة عمليات جمع القمامة وتلقي الشكاوى وعد دولارات يمعل وفي يوم من الأيام كان أحد أصدقاء هاري قد بدأ شركته الخاصة أيضا في جمع القمامة صاحب ساحب طبعا فقرر كلاهما الاندماج سويا تحت شركة جديدة اسمها إدارة النفايات وبالفعل بعد ثلاث سنوات من طرح أسهم هذه الشركة في البورصة حصل على مبلغ مالي كبير لهما واليوم رجل الأعمال هاري والذي بالمناسبة لم يكمل دراسته الجامعية يحقق أرباح سنوية تصل إلى 82 مليون دولار يعمل لديه أكثر من 60 ألف عام نظافة لديه أكثر من نصف مليون عميل نشط لديه شركة بها 3000 فرع في 10 دول مختلفة حول العالم لديه شركات كثيرة وسلسلة فنادق حتى الاندية الرياضية لم تسلم منه قام بشراء العديد منها وبيعها بأضعاف ما اشتراها به لاحقا هذا الشخص عندما سألوه عن طريقة إدارته لمشاريعه رغم أنه شخص غير متعلم أجاب أنه لا يقوم بعمل كل شيء بنفسه وإنما يوكل أكفاء من من خلفه ليقوموا به وهم يوكلون غيرهم وهكذا الأمر المضحك من أساليبه الخاصة في الإدارة أنه عندما كان يزور أحد فروعه لم يكن يجلس مع المدير ويبحث في التقارير العمل خاصة بهم بل كان يذهب إلى مرحاض ذلك الفرع فإذا وجده نظيف كان وفق رأيه دلالة على أن العمل يسير بشكل جيد في ذلك الفرع والعكس صحيح العجيب أن هذه الطريقة لم تفشل معه أبدا سألوه مرة ما هي النصيحة التي تقدمها إلى طلاب الجامعات ضحك قليلا عن حالهم مأساوي وأنهم لا يجدون وقت للعمل بجانب دراستهم كما قال لهم أنهم يجب أن يبنوا أساس علمي لهم في البزنس والتجارة بجانب دراستهم وأن يعملوا على نظام الجد والمواصلة والجهد في العمل العبرة أيها الحبيب من قصص الثراء من جمع القمامة ليس أن تذهب الآن إلى الشارع وتبدأ بجمع القمامة وإن كان الأمر بالفعل مربح وإنما حتى لا تسمح لأحد أن يقنعك أن طريق الثراء يكون عبر طريق واحد يسير عليه كل الناس في شتى المجالات فالنجاح ليس حكرا على مجال بعينه فالكثير مننا يعتقد أن المليارات لا تأتي إلا أن يكون أبوك غنيا أو حراميا رغم أن الواقع وقصص الناجحين تخبرك أنه من جد وجد ومن زرع حصر بمقال قراته تحت عنوان قائمة أثرياء الصحابة الصاعدة من سوق المدينة لا من وولستريت تحدث الكاتب عن صحابي جليل اسمه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال أن ثروته كانت تقدر بأكثر من مليوني درهم ومن الذهب مئتين ألف دينار وذكر أن دخله اليوم كان ألف درهم وزيادة وكان من شدة سخائه وكرمه أنه عندما جاء إليه رجل وطلبه أن يعطيه بحق صلة الرحم بينهما فأعطاه أرض قيمتها ثلاثمائة ألف درهم وقيل أكثر من ذلك فاسلك طريق طلحة لتحصل على مال مثل طلحة فالمال وسيلة وليست غاية لا تجعل المال هو الغاية وتذكر أنك لن تستطيع أن تدفع سك دخول الجنة بكل مال الدنيا فاجعل طريق الثراء فيما يحبه الله ويرضاه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للمرء الصالح في النهاية شريكي برايك في مكان التعليقات وإذا عجبك المنطة لا تنسى الإحجاب به ودمتم في أمان الله